سعد صباحكم عن جديد لكل الأشخاص اللي ينضموا لإلنا هلأ لحتى يكملون هارون معنا وأكيد نحن صباحنا ما بيكمل من دون المدام نجلة لحتى نعرف شو توقعات الأبراج لإلنا لليوم سعد صباحك سباحك خيرات سباح الخير عم غيب كتير عم حس حالي ضغط عن الخارطة الفلكية فأسعفين أطارد ما زال متقدما في برج العزرة يسعد صباحكم ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة أطارد كوكب السفر والأوراق ما زال متقدما عندي وعند ورد في برج العزراء إلا جانب المريخ لا وعند هبة كمان نحن ثلاثة عزراء اليوم وكوكب المريخ كمان يتقدم في برج العزراء هلا هذا عم بيحمل موليد برج العزراء الثور الجدي نوع من أنواع الطاقة كل شيء له علاقة بسفراء بورقة بأمور ممكن تكون إيجابية وجيدة الحظوظ مساعدة بالنسبة للألاك وجيدة لهالمواليد بالذات بس يمكن حاملة جزء من تعب للجوزاء القوس الحوت شوي يعني عم تتأجل مشاريع أو عم تتأجل أشياء طبعا ما زالت الزهرة في برج الأسد متراجعة هلا كوكب الزهرة دائما بس يتراجع بيجعلنا في زي صبر مستقين ما عاجبتنا أمورنا الشخصية دائما في تعب على المستوى الشخصي بسبب تراجع الزهرة الحقيقة هي رح تظلت تتراجع تقريبا لبدايات أيلول لذلك أنا بقول لأغلبنا ما نكون مرتاحين كتير بهذا الشهر الشهر القادم إن شاء الله يكون أفضل بكتير كمان لأنه رح يكون في تراجع عطارد كمان بهذا الشهر يعني هلا بقيت الشهر في تراجع العطارد إلى جانب تراجع الزهرة أول أخباري العزيزة مولود برج الحمل اللي اليوم عم يشعر بالارتياح غالبا الحظوظ مساعدة ناجح وسعيد تقتحم مجهول في نقاشات عم بتخوضها عم بترتب على أساسها حوار تفاهم أمورك الشخصية نوع من أنواع إيجاد الحلول ربما يعني اليوم لاتصالات واسعة وربما تقوم بخطوة همة تجاه بعض الأشياء المهمة بحياتك عزيزة مولود برج الثور أنت اللي مالك برتاحه على الغالب السبب عنادك يعني حاول تعبر عن نفسك بغير طريقة اللأ المشهور فيها مولود برج الثور طبعا مولود برج الثور دائما بتاكل لا تشرب لا تروح لا تجي لا يعني دائما اللأ عنده تسبق لا فحاول إنه باعتبار اليوم الظروف ما كتير عم ترضيك ويمكن تبدو فاترا باردا حساسا أمام الآخرين فحاول تخفف بنواتير تلأ تبعتك اليوم العائلة والشريك عاملي لك نوع من أنواع المضايقات أو عصبية أو في شي ما كتير عم يرضيك يمكن نوع من أنواع التسرع على لاحز إنه ما في شي سيء على كل الأحوال بس في قصة ضمن إطارك العائلي ما كتير عاجبتك مولود برج الجوزاء اليوم عم تقرب من أهلك عيلتك أصدقائك لست ميالا للشجارات واليوم عم تحيط من تحب الرعاية والاعتمام يوم جيد لتشعر إنه في تحرر بعقلك ليكون في حواليك مرح لعم تفرح يمكن بأخبار أو بدعم أو نوع من أنواع التفاهم بينك وبين الآخرين سعيد وإيجابي مولود الجوزاء ويمكن حواليه كمان هو أشخاص إيجابيين مولود برج السلطان اليوم عم تناقش بعض الأمور المالية بس تصرف على أن المفاجآت واردة بهاي الأياب يعني لا تقول الحمد لله أنا مرتاح مالياً ممكن يكون في صدفة تخليك أو شغلة تخليك تصرف أكثر مما يجب وأنت أصلا مبذر مولود برج السلطان ما بعرف إذا كان عندك نية لقروض أو مساعدات أو في قصة يعني عم بتدايقك على الصعيد المالي أو عم تضطر لمصاريف إضافية هلأ المال يذهب من بين يديك هاي الأيام مولود برج أساد اليوم الأخبار إيجابية لأجواء ساحرة في لقاءات شعيرية يعني في أبكير وتمتين لعلاقاتك ونوع من أنواع الأخبار المفرحة أو الرضا عما يحصل مو بالضرورة هلأ ما بعرف هاي حكاية الأخبار المفرحة صارت تتقيلة بهذا الزمن بس أحياناً في رضا أو راحت بال على كل الأحوال وإن شاء الله راحت البال للجميع مفاجآت سارة هدية حل مشكلة ربما أوقات مسلية لمولود برج الأسد اليوم عم تتصل بغرباء مولود العزراء أنت اللي ما أنا كتير مرتاح ما بعرف فيه نوع من أنواع النميمة أو التعب على الصعيد الشخصي أو قال وقيل أكثر من الأفعال يعني بتشوف أنه منحكي شغلة منرجع بعد شوي منضحطها أو منحكي عكسها أو ما بتعجبنا أو فيه نوع من أنواع الأقوال المرتجلة والمتسارعة على كلين مولود العزراء اليوم بحاجة يحكي مع الناس اللي بحبهم لأنه في عنده عتب ربما يضايقه مولود الميزان اليوم يوم جيد للتعارف للصداقات للتجمعات للزيارات لتكون هيك مبسوط بما نحاولك تسافر يمكن تداقش تحاور كل واحد حسب وضعه أكيد أكيد مو كلنا رح نسافر ومو كلنا رح نناقش بس اليوم يوم اجتماعي بامتياز مثل اللي عم يستعيد حياته وتمأننته مشرق أو جذاب وعنده نوع من أنواع المبادرات الإيجابية مولود برج العقرب أنت اللي معنك مرتاح في حدا عم يسعى يزعزع الاستقرار حواليك أو كأنه أنت رأي تطلع من حالة المراوحة هو برج العقرب كل الشهر الماضي كأنه عم بيراوح مكانه لا في شي مهم عم بيصير ولا في شي سيء إن شاء الله يكون عم بيصير يعني شوي هيك بتعصب شوي بتضايق شوي تعلي صوتك شوي بتعاند شوي بتهدى بتروء بتضحك بس هو هذا الشهر ليس للتغيير على كل الأحوال بالعكس في مسؤولية ربما تضايقك مولود العقرب مولود برج القوس لأحد الأيام الإيجابية لألك في شجاعة في صبر في دعم من المحيط في نوع من أنواع أنك عم تطلع من حالة تمني إلى حالة فعل ربما عم تمتلك الشجاعة عم تقدم اعتزاراتي يمكن عم تجتمع بناس مهمين لألك على الصعيد العملي مرؤوسين مدراءك بالعمل مشاريع أو أحلام محيط يدعمك على كل أحوال مولود برج القوس اليوم تأثيره الجدي بمحيطه جيد جدا وعم يمتلك الحظوظ للاستمرار ركز بإيجابيات وضعك الشخصي الكواكب بأماكن داعمة لحركة تغيير تحاول إصلاح بعض الأمور والحياة يمكن عم تزدهر الاتصالات يمكن ما بعرف إذا في قصة تخص أحد الأبناء أو أحد المقربين قالقتك أو شغلتك أو عم تشتغل عليها لترتبها يعني يوم يعتبر جيد لألك الدلو أنت اللي شوي معنك مرتاح تأجيل أو تأخير أو نوع من أنواع الغيرة أو الشك مع أنه إذا بتكون للجد موليد برج الدلو آخر الأبراج بالغيرة والشك يعني ما دخلهم كتير بهاي القصة بس اليوم بالذات ممكن تحكم أحكام سريعة بطريقة شوي هيك جافة خليني أقول لذلك ما تكسب يعني عداء لست تحتاجهم هاي الأيام لأنه عندك شجارات ربما أو سط عالي ربما أو ماحتاج تكون إيجابي أنا أعتقد أغلب موليد برج الدلو هاي الفترات عندهم وعود كاذبة مولود برج الحوت اليوم عندك قصة العلاقة بهكي شغلة كتير وتأدير قليل هلأ مولود برج الحوت هو الأكثر حساسية على قائمة الأبراج هو برج السرطان الأكثر حساسية فليوم حساسيته زايدة يمكن عم بيحس أنه أنا عم بشتغل كتير بدون جدوى بدون تأدير كأنه عم تشتغل لوحدك بدون مساعدات كأنه في عندك أعطال مثلا أو نوع من أنواع هيك المزاج اللي ما كتير عم بيميل للعمل ما عم يستمتع اليوم مولود برج الحوت بما يعمل على كل الأحوال انتبه شوي صحيا مولود 14 كل عام أنتب خير يجعل أيامكم سعيدة هذا المولود يعني بطل بالقضايا الإنسانية صريح حد الجرح عموما من الأشخاص اللي منتصرين دايما بعيس صراعات داخلية بيقدري خفية قريب من الناس محبوب من قبلهم من الأشخاص اللي اهتماماته بالآخرين جيدة جدا شاعري هذا المولود ورومانسي عموما السنة اللي قاله بأمور عملية صحية بأفضل حالاتها يمكن عم بتغير شي بحياتك يمكن عم بتطالب بحوقك يمكن عم بتدفع مستحقات يعني عموما أحد الأيام الجيدة لألك لتعمل شغلة إيجابية وجيدة وممكن تكون مختلفة رغم أنه هاي القصة مو هاد الشهر أبدا يعني هاد الشهر بالأصل ليس الشهر الأفضل بدك لسترى الشهر القادم أمورك أفضل بكتير طبعا سنة بتمنها جيدة للجميع يجعل أيامكم سعيدة وأكيد رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا يجعل أيامكم سعيدة وتظلوا دائما بخير سوسان عم تسألني إيجا دوقاتك يا سوسان تظلي بخير سوسان في عندك حظوظ مساعدة وإيجابية إذا بدك وغالبا هاي السنة بالمتبقي منها للتغيير خاصة بالعمل رغم أنه أنت تطلعاتك هاي الأيام عاطفية بس أنا بقول لا مو الأمور العاطفية اللي شغلتك الأمور الشخصية اللي في العلاقة بالتغييرات هاي الفترات بينما العمل والمال في أفضل حالته إيفلين نسى دوقاتك يا إيفلين إيفلين والله متعبه هذا الشهر وعالغالب على الصعيد العملي يعني أمورك العملية ليست الأفضل هاي الفترات بدل حكاية شوي تلواء لأنه أمورك فيها نوع من أنواع الشجارات أبهش شي سيء على كل إذا أنت ملاحظة بس صايرة ديئة الخلق وما كتير مبسوطة وحكيك نتر شوي مع الآخرين هلا أنت إليك هاي العادات على كل الأحوال شيرين نسى دوقاتك يا شيرين ضلي بخير والله أمورك ضمن إطار الجيد رغم أنه هذا الشهر أنا ما بعتبره للتغيير بالعكس فيه يعني قيل وقال بينك وبين الناس الحواليك عمات خالات أربية شريك عاطفي ربما أمورك معه ليست الأفضل بهاي الفترات مع أنه الشهر القادم تعويضي وجيد جدا أناس حسين نسى دوقاتك يا أناس أناس والله عندك سنة حلوة وإيجابية رغم أنه هذا الشهر ما نو كتير للتغيير مثل ما قالنا تراجع الزهرة في برج الأسد عم بيخلي فيه حواليك وعود كاذبة أو نوع من أنواع الاحتيال طبعا أنت يعني حدا تبع الوعود اللي هيك يعني خلص قلت إيه إيه لو على رأبتك مثل ما بيقولوا هلأ السنة لألك أنا بعتبرها جيدة جدا ابتداء من التاسع يعني الأشهر القادمة أفضل من هذا الشهر على كل نيأناس سوسان جوابت علي ليست دوقاتك يا علي علي خليفة كأنه ليست دوقاتك يا علي علي سنة جيدة جدا بالنسبة لألك وإيجابية لكن هذا الشهر شوي ملبك فيه ممكن فيه قصة عائلية شغلتك قصص العلاقة بسفر على الغالب هلأ الشهر القادم كله بالنسبة لألك أفضل بكتير وإيجابي أكتر بكتير على كل المتبقب السنة للتغيير إذا أراد رب العالمين وإن شاء الله تختم السنة بأفضل مما بدأتها إن شاء الله كلنا نختم السنة بأفضل مما بدأناها يجعل أيامكم سعيدة ونظلوا دائما بخير نظلي بخير يا مدام وإيامك سعيد شكرا كتير